مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم رواية نساء صغيرات لكاتبة الأمريكية لويزا مي ألقوت والذي نشرت الجزء الأول منه عام 1868 والجزء الثاني عام 1869 تبدأ الرواية في غرفة معيشة عائلة الدكتور مارش حيث تجلس بناته ميج جو وأيمي وهن يتحسرن على فقر العائلة تقرر الفتيات أن تشتري كل وحيدة منهن هدية لنفسها من أجل الفرح بعيد الميلاد الكريسمس لكنهن سرعان ما يغيرن رأيهن ويقررن بدلا من شراء الهدايا لأنفسهن شراء هدايا لأمهن مارمي تعود سيدة مارمي إلى المنزل ومعها رسالة من السيد مارش والد الفتيات الذي يعمل قسيسا في الجيش الاتحادي في الحرب الأهلية الأمريكية تلهم الرسالة الفتيات لتحمل أعبائهن ببهجة أكبر وعدم الشكوى من فقرهن في صباح عيد الميلاد تستيقظ الفتيات ليجدن نسخا من رواية رحلة الحاج للكاتب الأمريكي جون بونيان تحت وسائدهم في وقت لاحق من ذلك اليوم تشجعهن مارمي على تقديم وجبة الإفطار لعائلة هاملز الفقيرة يكافئ الجار العجوز السيد لورنس الذي لم تلتقي به الفتيات قط أنشطتهن الخيرية بإرسال وليمة إليهن وبعد ذلك تتم دعوة ماغ وجو لحضور حفلة رأس السنة الجديدة في منزل صديقة ماغ الثرية سالي جاردينر في الحفلة تقابل جو الصبي الذي يعيش مع السيد لورنس لوري أثناء الرقص يلتوي كاحل ماغ فيستحب لوري الأختين إلى منزلهما تأسف الأختان على اضطرارهما إلى العودة إلى روتين حياتهما اليومي بعد احتفالات الأعياد تزور جو لوري عندما يكون مريضا وتقابل جده السيد لورنس فتهين من غير عمد لوحة للسيد لورنس أمام الرجل نفسه ولحسن الحظ فإن جد لوري يعجب بشجاعة جو فيصبحان صديقين بعد ذلك يقابل السيد لورنس جميع الأخوات وتصبح باث المفضلة لديه فيعطيها بيانو حفيدته المتوفات تخوض الفتيات مغامرات مختلفة إذ يتم القبض على أيمي وهي تبيع الليمون في المدرسة فيضربها المعلم عقابا لها ولذلك تخرج سيدة مارتش ابنتها من المدرسة ترفض جو السماح لأيمي بالذهاب معها إلى المسرح ولذلك تحرق أيمي مخطوطة جو وتكاد الأخيرة في سورة غضبها تترك أيمي تغرق أثناء التزلج على الجليد وتحضر ميغ حفلة صديقتها آني موفات وبعد أن تسمح للفتيات الأخريات بإلباسها لباسا راقيا تتعلم أن المظاهر ليست كل شيء أثناء وجودها في الحفلة تسمع أن الناس يعتقدون أنها تنوي الزواج من لوري من أجل ماله في ذلك العام تؤسس العائلة ناديا بيكويك والذي يكتبن فيه صحيفة عائلية في الربيع تهرب جو لوري إلى أحد اجتماعات النادي ويصبح عضوا فيجعل للنادي صندوق بريد في بداية شهر يونيو تقرر الفتيات إهمال أعمالهن المنزلية في نهاية أسبوع سيطر عليه الكسل تستريح مارمي أيضا فتفسد الفتيات العشاء لكن ينتهي الأمر بالجميع بالضحك على ذلك الموقف ذات يوم تدعو لوري صديقات إنجليزيات وتذهب البنات في نزهة معهن ولاحقا تنشر جو قصة لأول مرة في أحد الأيام الحالكة تتلقى العائلة برقية تفيد بأن السيدة مارت مريض في المستشفى بالعاصمة واشنطن تذهب مارمي لرعايته وتبيع جو شعرها للمساعدة في تمويل الرحلة تندلع الفوضى في أعقاب ذهاب مارمي إذ تهمل الفتيات أعمالهن المنزلية مرة أخرى باث هي الوحيدة التي تذهب لزيارة عائلة هامل الفقيرة وبعد إحدى زياراتها يعديها رضيع العائلة بالحمى القرمزية وتكون على حافة الموت حتى تعود مارمي في تلك الأثناء تقضي أيمي وقتا في منزل العامة مارت من أجل الهروب من المرض تتعافى باث قليلا ويقع السيد بروك مدرس لوري في حب ماغ الأمر الذي يثير استياء جو كثيرا ويصبح السيد بروك وماغ مخطوبين تمر ثلاث سنوات ويعود السيد مارت إلى المنزل من الحرب وتقترب لوري من الانتهاء من المدرسة بعد ذلك تتزوج ماغ وتنتقل إلى منزل جديد مع السيد بروك في أحد الأيام تقرر أيمي عمل غداء لزميلاتها في مدرسة الفنون لكن سوء الأحوال الجوية يفسد ذلك تنشر جو رواية لكن يتوجب عليها اختصارها لإرضاء ناشريها في غضون ذلك تكافح ماغ لأداء واجبات إدارة المنزل وسرعان ما تلد توأمين ديمي وديزي تذهب أيمي إلى باريس بدلا من جو التي كانت راغبة بشدة في الرحلة لأن العمة كارول تفضل سلوك أيمي المهذب كرفيقة لها في السفر تعتقد جو أن باث تحب لوري من أجل الهروب من لوري تنتقل جو إلى نيويورك لمنح باث فرصة للفوز بقلبه هناك تقابل جو البروفيسور باير مدرس اللغة الألمانية الفقير يثني البروفيسور جو عن كتابة القصص المثيرة فتأخذ بنصيحته وتتخذ أسلوب كتابة أبسط عندما تعود جو إلى المنزل يعرض لوري الزواج عليها لكنها ترفضه وسرعان ما تموت باث يجتمع شمل أيمي ولوري في فرنسا ويقعان في الحب يتزوجان ويعودان إلى الوطن تأمل جو أن يأتي البروفيسور من أجلها ويفعل ذلك حقا فيتزوجان بعد عام يرزق لوري وأيمي بابنة يسميانها باث وتارث جو منزل العامة مارتش بلومفيلد وتقرر تحويله إلى مدرسة داخلية للبنين تنتهي الرواية بتجمع العائلة معا في جو ملؤه السعادة وكل أخت تشكر الله على نعمه ويشكرنا بعضهن بعضا أتمنى أن يكون ملخص نساء صغيرات قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر